المهم جداً النادي الأهلي تحديداً دلوقتي ما عندناش مهاجمين محمد شريف مش موجود شادي حسيني مش موجود وضع النادي الأهلي تحديداً دلوقتي مهاجمين هيكون عامل ازاي؟ لا هو قرده عنده مهاجم ما هو قرده سليم ده هداف الدار المغربي اللي هو كان مع الجيش الملك المغربي اللي هو الـ بس عامدنا مهاجم واحد بس؟ أنا فاهم أنا طبعا مش بقول لك قدر الله بس أنا بتكلم دايماً لازم يكون عندنا احتياطي أنا فاهم وده خطأ وقت في إدارة النادي الأهلي إن هي فضت المكان حتى عارض جندوسي عارض جندوسي عشان ييجي لمهاجم أجنبي وعشمت الناس كلها على فكرة مش من السنة دي من السنة اللي فاتت كمان أو ممكن حتى من سنتين حتة المهاجم الصوبر المهاجم الأجنبي اللي جاي المهاجم ودخلنا بقى في قصة مش عارف سوزة البرازيلي لا مش عارف موليكا الكنغولي وفي النهاية ده ما حصلش يعني وخلاص قربنا يبقى فيه غلق قيد عندنا في مقافة مصر صح؟ بالضبط يومها 14 أو 15 عشان كده هي دي المشكلة إن حتى اللاعبة اللي انت شغلت بيوم الرأي العام سوزة وموليكا الاتنين خلاص اتنقلوا ما معودش يجولك فعشان كده ده خطأ وقت وقت في إدارة النادي الأهلي بصراحة يحسب علينا أنه دي كبير زي النادي الأهلي ما ينفعش يحصل معاه كده إذا كنت انت عايز مهاجم بموصفات معينة المهاجم ده بيحتاج فلوس معينة ما ينفعش تدي له أنت السقف بتاعك اللي هو ما عديش اثنين ما عديش مش عارف اثنين ونص ما عديش تلاتة لأ الكلام ده الناس بتطلب سبعة أو خمسة يعني الأهلي هو اللي دخل نفسه في الدوامة اللي موجود فيها النهاردة وإن كان فيها مش هقول انفراجة لكن هو دخل بقى في حزبة تانية يعني هو النهاردة سوزة ممكن يجي في التعاقب معاه في يناير مجانا يعني بعيد عن الرقام الفلكية اللي كان طريبها النادي الكوري ده هو اللعب حتى كان عايز يجيه وكتب على صفاته أنا آسف ما قدرتش يجيه ومكمل مع فريقه فممكن يجي في يناير فالنادي الأهلي عنده حل بس طبعا ده مرفوض في النادي الأهلي إنه هو يمشي نفسه حد في الفترة أخيرة بأي مهاجم كده وخلاص طبعا ده ما ينفعش لأنه احنا عندنا مبرامة على الاتحاد الجزائري إن شاء الله بالضبط انتحاد العصام الجزائري يوم 15 دي اللي هي دي هنلعب فيها كده يعني زي ما تيدي لا ما أنت عندك برضو يعني الفرق ما هو صلى الله مصر رجع لك والسنة اللي فاتت ما أنت ما عندكش دو ما أنت معه السنة اللي فاتت ليه ما حدش تتكلم في الفترة أخيرة عن المهاجم السوبر لأن أنت عندك محمود كهرباء تقلق بسم الله ما شاء الله عندك برس تقلق وتفوق على نفسه حسين الشحات تفوق على نفسه التلاتة دول نسوق حتة المهاجم بسم الله أصلا ثبت نفسها بشكل كبير جدا بالضبط لأيها ثبتت نفسها أكتر في فترة أخيرة يمكن كانت المشكلة بانت في أول في يناير اللي فات لما كسل العالم الأندية الأهلي اشترك فيه في المغرب وأهضر كانوا فرص كبيرة جدا ولو كان عنده موليكة ساعتها لك كان هو كان الحديث عنه في وقتها كان قدري يفيد النادي الأهلي المجاجدة والأهلي خسر أخذ المركز الرابع في البطرة كان ممكن يبقى كان في الإمكان أفضل مما كان لما ده ما حصلش بدأ السلاسة اللي هو تقلق الشحات وتاو وكهرباء نسى الناس القصد لكن لما جينا للموسم الجديد بدأت المشكلة تانية لكن النادي الأهلي محدش ينسى أنه هو جاب هداف الدور المغربي هنقول للدور المغربي ريدا سليم طبعا لعب رائع جدا كنت متابع البطولة يمكن هو جاب البطولة لفريقه في البلاس 90 يعني لحد دقائق 92 من آخر مبارف الدور المغربي والوداد هو البطل هو جاله ضرب الجزاء سجلها طبعا السابات فعالي رهيب جدا ويسجل ضرب الجزاء في دقائق 92 يعني هو لو أهضر ضرب الجزاء كان هيضيع على الجيش الملكي وطولة الدور المقدش من 8 سنين فيكون عنده ده والنادي الأهلي كان مخلص الأمور دي كلها فده لعب محدش يغل باله منه أول موجود مهاجم النادي الأهلي مش عايزة